عايزين قبل ما ندخل بقى في تفاصيل مباراة الامس عموما كيف رأيت مشوار النادي الاهلي بشكل عام في النسخة دي من البطولة النسخة صعبة قوي انك تحافظ على البطولة اللي قبلها وانا كنت بتسمي البطولة اللي قبلها الأصعب انك انت كانت غايبة عنك بقالها ساعة سنين تعليق كتير يعني انك انت تاخد البطولة وخدتها من انديها جمدة جدا خدتها من الوداية خدتها من فانداونز خدتها نهينا عن التصفيات كمان اه اه اختم الزمالك ودي انا كنت بسميها البطولة الافضل بالنسبة لي اه انك انت بتحاول بقى اناك تحافظ على البطولة وتكرر النتيجة اللي احنا شفناها دي الحمد لله بتبقى عملية صعبة جدا طب اه رغم اللي انت بتشوفه من غيابات من اصابات من اه غير مصفوقة احنا مش شفناش ده بيحصل قبل كده عمدة عندك في الفريق بتبقى اه بتبني اه كل شغلك عليها صحيح لما يبقى عندك تأخر شوية في التحديد مركز محمد شريف اه تجرب كل شوية ويجي حد ويطلع بس دحل موسيماني يا كابتن شريف يعني تلاتاشر تقريبا ماتش ما حصلش ان فيه نفس تشكيل يعني هو موسيماني اصلا بيحب ان هو دايما يغير فيش تشكيل ثابت بس انا واند لو تبوص كده في التصفيات عندنا مشاكل عندنا نقص اكسوجين في سيمبا عندنا دخول وخروج لعيبة مش عارفين الدنيا برضو مش زي ما انت عايزة دايما الجهاز الفني بيتمنى دايما بنتوسم ان احنا عندنا ادواتنا اللي نقدر ننفس بيها نقدر يبالينا اسمنا الكبير في افريقيا اللي هو خلاص الحمد لله بعد العشرة كمان مقابل العشرة وكل حاجة هو الناد لأهل يعني الناد لأهل ده بالنسبة للعالم كله دلوقتي بقت حكاية لازم تفرج عليها لازم تدرسيها لازم تحتازي بيها لازم شوف بيبتدوا منين وينتهيه ازاي وبكل الظروف اللي بيعدوا فيها اللي انا عايزة اقوله ان احنا في كل البطولتين كنا في التصفيات بنطلع التاني ما كناشي الاول كمان وبنقابل المستوى الاول بنتفوق على المستوى الاول للوصول للنهايات وان احنا نكسب كايزر شيفز بالنسبة له اول مرة يوصل حاجة طبعا يعني بنهني عليه ما هو بقى في تاريخه نقول لعب فاينال افريقيا انه يكسب الوداد في الوداد ويرجع يتعادل على ارضه بظروف ما وراه مش بظروف ما وراه اذا فرقة عندها روح فرقة كتلازم تحترم فرقة انت شفتيها الهفتام الاولاني هجمت عليك انت بتمر بظروف كبيرة جدا لازم تكون عندك استعدادات لكل ده سيدادات يعني اجهزة فنية فهمة قصة ايه دارسة الدنيا قصة ايه مجلس ادارة بكيادة احسن لعب فا افريقيا واللي متوج وابلي كده بكرة ذهبية ويعني راجل تحس ان الدنيا كلها مجلس ادارة من زمان متعرفين عليهم وعارفينهم كلهم متمرسين ومتوسمين وبيدوا روح انا بحيث بمهور ومجلس ادارة الالي يعني عامل جامد جدا للعيبة ان هما بيديون شحن معناوي جامد جدا حيث ان هما انا بلعب ظهري مسنود دي حقيقة والله حتى انا بتفرج ومجلس ادارة هناك وكابتو الخطيب هناك احنا بنوبقى حاسين احنا كلنا هناك حاسين انه احنا مسنودين كويس فربنا بيكافئ بقى يعني بتستغل كويس وبتعميل كلها كويس فاكيد السماء بتكافئنا كلنا